بمساهمة من وزارة التضامن والأسرة وبتعاون من شركات تجارية تمكنت جمعية كافي اليتيم من تنظيم مائدة عملاقة أفطرت أزياد من ستة آلاف صائم لتكون الأكبر على المستوى الدولي ناهيك عن طبيعها الخيري والتضامني لفائدة اليتامة المهمة الأساسية للجمعية هي تكفل بالأيتام وهي جمعية تقوم بعمل معتبر على مستوى الولاية وعلى مستوى الوطن ونساندو ونرافق كل الجمعيات التي تقوم بالعمل الإنساني طبعاً نحن اليوم عندما ندير إفطار وندير فيه ستلاف وجبة هذا ليس عمل تقوم به كافي اليتيم وحدها هذا عمل يشارك فيه كل أطياف المجتمع لنعبر عن قيمة التكافل والتآذر والتعاون بين أفراد المجتمع إننا أردنا أن يتزامن هذا النشاط مع أربعينية تحطيم طائرة لرحو ضحيائها أبناء الجيش الوطني الشعبي الجزائري المناسبة حضرتها عدة شخصيات وأطياف من المجتمع المدني ثمنت هذه المبادرة القايمة راجنا أن تعمى ما أكثر في كافة الجمعيات ننهني هذه الجمعية الخيرية وكان في اليتيم لأنها تجمع حوالي أكثر اليوم أكثر من سلف يتيم لأحيي براتجيو الفطور جميعا والله مبادرة كما هذه ما تقدرش ما تقدر إلا أنك تثمنها لأنه أنا عندي قناعة مبلة الخير عندهم وليه لتبقى هذه المبادرة فضاء للتحفيز على فعل الخير والتنافس فيما هو أصلح للبلاد والعباد ليس فقط في شهر رمضان بل في كل أشهر السنة اشتركوا في القناة